على همش الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول الإمكانات العلاجية والصناعية للقنب الهندي بالمغرب جرت توقيع على أربع اتفاقيات شراكة بين الجمعية المغربية لاستشارية لاستعمالات القنب الهندية وثلاث هيئات للبحث على الصعيد الوطني وقد تم التوقيع على الاتفاقية الأولى بين رئيس الجمعية ورئيس جامعة عبد الملك السعدي بهدف تطوير البخث العلمي حول القنب الهندي والمنتجة المشتقة منها كما تطمح الاتفاقية الثانية الموقعة بين الجمعية وغرفة التجارة والصناع والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة إلى دعم ومواكبة المبادرات والبرامج الرامية إلى تشجيع الاستعمال الصناعي والعلاج للقنب الهندي بالمنطقة بينما ترم الاتفاقية الثالثة الموقعة من طرف رئيس الجمعية ومدير الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية إلى القيام بأبحاث دقيقة حول القنب الهندي ومشتقتها وتهدف الاتفاقية الرابعة الموقعة بين الجمعية والمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار بالبحث العلمي إلى تطوير محاور البحث الاستراتيجية لاستغلال أمثل لإمكانات القنب الهندي بالمغرب اشتركوا في القناة